هذا وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حافظه الله ورعاه وفخامة جابريل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين بهدف تحفيز التجارة البينية غير النفطية وقعها معالي الدكتور الثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي البرتوفان كالارفين وزير الخارجية تشيلي كما شهدت جانبان اعلان عدد من مذكرات التفاهم واعلان نوايا في مجال التعدين